تختلف الوسائل وتتعدد الطرق لكن تبقى المهمة واحدة وهي البحث عن المياه وجلبها هنا في محافظة الحديدة التي لم يكن ينقصها سوى هذه المشكلة تتفاقم أعباء الحياة وتضاف معاناة جديدة على كاهل المواطن في مدينة تعج بالمشاكل الاقتصادية والصحية والظلام ومؤخراً صارت أيضاً بلا ما يحاول هؤلاء الحصول على المياه ولو بطرق بدائية حتى أنهم جربوا أن يحدثوا حفريات ولو بعمق بسيط جداً لا تصنف حتى على أنها آبار ببساطة مجرد حفر عادية أملاً أن تمدهم بالقليل من المياه غير أن الأمر لم يعد يسيراً كما يظنون في لحظة يغيب دور السلطات المحلية ومؤسسة المياه والدولة عموماً بينما يظل هؤلاء محاصرين بالعطش في أغلب الأحياء في المدينة وبعض مديريات المحافظة في ضواحيها